وقال مدبولي أن مجلس الوزراء أقر بصورة نهائية المبادرة الجديدة لدعم القطعات الانتاجية الصناعة والزراعة مشيرا إلى أنه سيتم تطبيقها بالفعل اعتبارا من الأسبوع المقبل وأضاف أن المبادرات تستهدف تقفيد سعر الفائدة على القروض المقدمة للقطعين الصناعي والزراعية وتم التوفق على أن يتحمل المصنع أو المندق سعر فائدة مخفض من نسبة 11% على أن تتحمل الدولة باقي فرق سعر الفائدة المبادرة المقدمة للصناعة القطاع الصناعي والزراعي الانتاجي بالفعل النهاردة مجلس الوزراء أقر المبادرة بصورة نهائية ومعناها أننا سنبدأ تطبيقها بالفعل اعتبارا من الأسبوع القادم ويمكن حضركم كنت تعرفين هذه المبادرة التي تتكلم على أننا نحل محل المبادرة التي كانت قبل كده البنك المركزي كان وضحها بفايدة 8% مدعمة بالتوافق مع اتحاد الصناعة والتحاد الغرف التجارية توافقنا أن المصنع أو المنتج حيتحمل 11% والدولة هي اللي حتتحمل باقي فرق سعر الفائدة بحيث يبقى إجمالي المبادرة سنويا في حدود 150 مليار جنيه بالمنظر ده يبقى الدولة بتتحمل في السنة في حدود 10 مليار جنيه فرق سعر فائدة وده كله لدعم قطاع الصناعة والإنتاج الزراعي وأيضا الحقيقة بدأت حتبدأ إن شاء الله من الإسبوع القادم تفعيل هذه المبادرة المهمة جدا